في سياق الجهود المتواصلة المفذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجرمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية السادس جوان الجري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ففي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة وفي إطار محاربة الجرمة المنظمة وموصلة للجهود الحثيثة الهدفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية ستة وأربعين تاجر مخدرات وأحبطت محاولة إدخال أربعة قناطيرة وكيلوغراما واحدا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط أزيد من أربعمائة وسبعة عشر ألف قرس مهلوس وبكل من تامنراست وبرجبجي مختار وجانت وتيندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثمائة واثنى عشر شخصا وضبطت إثنتين وثلاثين مركبة وثلاثمائة وواحدا وأربعين مولدا كهربائيا ومائتين وخمس عشرة مطرقة ضغط وسبعة أجهزة كشف عن المعادن ومائة وستة وثلاثين قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقيف ستة وعشرين شخصا أخرى وضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتسع عشرة بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بمائة وخمسة وعشرين طنا بالإضافة إلى مائة وتسعة قنطيرة من مدة التبغ وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات من الوقود تقدر بأزياد من 72 ألفا و700 لتر بكل من تبسة وسقهراس والطرف وتمنرست وبرشبجي مختار من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية وأنقذوا مائتين وستة وخمسين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة فيما تم توقيف مائة وخمسة وخمسين مهاجرا غير شرعيا من جنسية مختلفة عبر التراب الوطنية ترجمة نانسي قنقر